فطبعاً هذه المسألة الدقيقة هو اسم اللطيف ده كل دقائق هو في حد ذاته لطيف لطيف جداً طبعاً وهو لطيف خفي أيها طبعاً فالخفاء مع الدقة ده أولاً ثانياً اللطف نفسه له تعلقين يعني تعلق أزلي وده بالشيء وكونه يعني ثمرة علم فعند علم فيه لطف وعندي لطف يتعلق بعبد فالعلم الأول قبل العبد ده صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى من سماد أو من خصائص الذات الإلهية من قد أسميها صفة فعل لأنها لم تحدث لم تكن فعلاً حدث فأسميها صفة ذات زي صفة علم راجعة إلى صفة من صفات ربنا سكرنا الذات الإلهية راجعة إلى صفة صفة العلم هنا يعني إطار العلم باللطف ده قبل أن يحدث ده في إطار صفة العلم أنه هو قدر ونفس ده اسمها صفة فعل قدر صفة فعل طبعاً ويعني العلم صفة ذات الوجود صفة ذات يعني لا يتعلق بأحد فهذا هو معنى أن يكون قد يكون اللطف اللي هو الاسم الإلهي راجعاً إلى الزات فيكون اسم ذات وقد ننظر إليه من ناحية تعلقه بالملطوف به فيكون اسم فعل إذن حتى لما إحنا يعني نجيد التصرف في موقف ما وننقذ نفسنا من مشكلة ما نقولش إنه إحنا دافع لنا إحنا لا 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 دافع لطف من الله سبحانه وتعالى نعم هو إحنا أفعلنا مطلوبة من حيث الأمر بها يعني وأشوف الأسباب من الله النتائج من الله ولكن نحن يعني علينا أن نأخذ بالأسباب لأننا أمرنا بالأسباب أمرنا بالسبب ما أعتقدنا من أنه لا ينتج بالضرورة المسبب مثلاً أنت أمرت بالأكل والشرب ولكن وأنت تأكل وتشرب تعلم أن الأكل ليس بالضرورة يثمر الشبع وكذلك الري ليس بالضرورة يأتي عن طريق الماء الذي يحدث الشبع بعد الأكل هو الله سبحانه وتعالى